مجز لهم الأنباء قالت الحكومة أن مليشيا الحوثي تقابل الجهود السعودية والعمانية لحل الأزمة بالمزيد من التعنت مجددة تمسكها بخيار السلام العادل والتعاطي الجاد مع كافة المبادرات في إطار المرجعية الثلاث واتهمت الحكومة في اجتماع لها بالعاصمة الموقعة عدن المليشيا باستغلال جهود التهديئة لاستمرار حربها واستهداف أمن واستقرار دول الجوار وذلك في إشارة إلى الهجوم الحوثي على القوات البحرينية في السعودية قبل أيام وأوضحت أن تصعيد المليشيا بالتزامن مع التحركات الإقليمية والدولية لإحلال السلام في اليمن يؤكد ما حذرت منه الحكومة مرارا في أن الحوثيين لا يؤمنون بالسلام في سياق آخر رصد تقرير حقوقي تجنيد مليشيا الحوثي أكثر من ألفين طفل خلال عام ونصف في ثمانية عشر محافظة وأوضحت منظمة ميون لحقوق الإنسان أنها وثقت 2233 طفلا جرى تجنيدهم من أطراف النزاع خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى نهاية ديسمبر 2022 وبيّنت أن المليشيا قامت بتجنيد أكثر من ألفين ومئتي طفل فيما جندت الحكومة والتشكيلات المسلحة التابعة لها أربعة وعشرين طفلا مشيرة إلى أن ألفا وستمائة طفل من الذين جندوا من قبل الحوثيين خلال فترة التقرير تعرضوا للقتل والإصابة ميدانيا قتل شخص وصيب أربعة آخرون جرى انفجار قنبلة يدوية في شارع المرور بمدينة تعز مصدر المحلي قال الانفجار حدث أثناء تجمع للمواطنين أمام محل بيع القات ما أسرع عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين أحدهما جراحه خطيرة حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الثورة لتلقي العلاج وتتكرر هذه الحوادث في تعز جرى انتشار التجوال باستلاح في المدينة الرغم الحملات التي تشنها الأجهزة الأمنية نفذ القطاع التربوي والطلابي في مديرية مرخى السفلة بشبوة وقفة احتجاجية تنديدا بمقتل رئيس شعبة المناهج والتوجيه بمكتب التربية بالمحافظة أحمد طريش برصاص مسلحين قبل أسبوعين بمدينة عتق وطالب المحتجون محافظة المحافظة عود الوزير بسرعة القفض على الجناة وتقديمه من العدالة داعين مكتب التربية إلى التصعيد والإضراب للضغط على السلطة المحلية من أجل الإسراع في ضبط مرتكبية الجريمة وحثت الوقفة كافة شرائح المجتمع والمنظمات الحقوقية إلى التضامن مع قضية التربوي طريش والاستمرار في الاحتجاجات حتى تحقيق العدالة وصل الكاتب والناشط السياسي عدل الشجاع إلى العاصمة الإسبانية مدريد جرأ ترحيله من قبل السلطات المصرية بعد قرابة عشرة أيام على اعتقاله في القاهرة بطلب من رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك من جانبه أكد نائب مجلس النواب عبد العزيز جبيري اطلاعه على عريضة الدعوة التي رفعها رئيس الحكومة للجانب المصري بحق الشجاع مستغربا إنكار مكتب العليمي دور الحكومة والمطالبة بترحيله من بلد فرى هاربا إليها من بطش الميليشيات إلى بلد آخر يهرب إليها من بطش الحكومة داهمت السلطات المصرية في الثامن عشر من سبتمبر الجاري مقر إقامة الشجاع في القاهرة واحتجازه تمهيدا لترحيله إلى عدن لكنها تراجعت عن هذه الخطوة تحت ضغوط حقوقية واسعة بعد تدهور حالته الصحية نهاية المجزة للقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر